نسأل الآن لماذا تقوم بهذه الحملة الشعواء المكررة على قناة MBC و لماذا MBC تحديدا برنامجك كان موجود على قناة LBC 6-7 سنين ما الفرق بين MBC و قناة LBC نحن الآن نظهر على قناة روتانا خليجية ما الفرق بين روتانا و بين MBC ألا ترى أنه فيه تحامل وتناقض في نفس الوقت على هذه الحملة بينما القنوات الثانية المشابهة ما فيه نفس هذه الحملة أما بالنسبة ل MBC فالجميع يتفق إلى MBC بتنوع قنواتها و نوعية برامجها و الأفلام الأمريكية التي تبثها و أيضا MBC الخاصة بالأطفال لا يوجد أحد من القنوات في خطورة MBC قناة أطفال في خطورة MBC الخاصة بالأطفال MBC 3 هذا يجمع عليه الجميع خاصة يعني مثلا عطني مثلا قناة أطفال تابعة للبي سي ولا تابعة روتانا يعني فيه فرق كبير بين جزيرة الأطفال و بين MBC 3 نعم فيه فرق كبير هل جزيرة الأطفال طلعت برنامج في 99 بطل اسمها الصمد والرحمن والرحيم والفتاح والعليم والضار والنافع ما طلعته يعني أقصد هل جزيرة الأطفال طلع ناس لابسين صلبان ناس يسجدون لها هل جزيرة الأطفال طلع النجمة السوداسية هل هذه الأفلام الكرتور ما طلعته على MBC 3 أنا والله أنا غير مسؤولة تابع جميع البرامج إنما أنا أقرأ تقارير لإعلاميين ينشرونها سواء في اليوتيوب ولا في غيره هذه التقارير كلها تدل أن MBC 3 هي الأخطر هذا شيء الشيء الثاني برامج MBC سواء MBC العربي MBC 1 ولا حتى MBC 2 و 3 و 4 وأظن عندهم أكشن بعد وماكس أو ميكس أو كذا المقصود أن هذا التنوع الموجه للشعب السعودي بالذات هذا فيه فساد كبير لا تقوم به روتانا مع أني أيضا روتانا عندها أخطاء روتانا أيضا عندها برامج سيئة عندها أفلام أحيانا سيئة MBC عندها برامج وأفلام سيئة وغيرها لكن أنا تكلمت عن MBC بالذات لأنها الأشد خطورة ولأنك إذا حذرت منها صار هذا التحذير عاما له ولغيرها هذا أمر الأمر الثاني هذه الحملة الشعوى ليس محمد العريفي الذي بدأها هذه الحملة بادية من زمان أنا قرأت فيها تقارير إنما ربما محمد العريفي استطاع عبر تويتر والفيسبوك بحسب عدد الجمهور الذي معه والأخوة والأخوات المتابعين استطاع أن يظهرها للناس فقط وإلا أنا هم وابحة الرمزية في القضية صارت بين MBC وبين العريفي هم الذين جعلوا العريفي رمزا هم الذين جعلوا العريفي رمزا فقط وإلا أنا والله لو جاني واحد واستفتاني الآن من المشايخ أو من طلبة العلم قال لي ما حكم الطلوع في MBC بقول زاك الله خير بيضى الله وجهك لو قال إيش حكم الطلوع في قناة يهودية أقول إذا كنت أنت ستقول الكرام الموجه لليهود الذي فيه انتقاد لعقيدتهم وفيه نصره للإسلام اذهب تكلم في أي مكان يا أخي الأنبياء كانوا يدخلون الأسواق والأسواق فيها من يبيع الخمر فيها النساء البغاية التي عرضنا أنفسهن على من يمر بهن بل الذين يستقسمون بالأسلام ويبيعون الأسلام ومع ذلك الأنبياء يمرون يتكلمون مع الناس في مكان فيه منكرات ومع ذلك لأنه يبلغ رسالة الله إلى جمهور لا يجده في غير السوق ذهب إليه كذلك أنا أقول أنا واحد يطلع في LBC يطلع في MBC يطلع في روتانة يطلع في قناة يهودية إذا كان سيتكلم بالشرع وينضبط بالضوابط الشرعية السيناريو الذي يأخذ والكلام الذي يقوله ومقدمة البرنامج وآخرة كلها من ضبط الضوابط الشرعية أنا ما عندي أي مشكلة فيها ولذلك ترى أنا ليس عندي مشكلة مع اللي يطلع في MBC المشايخ اللي يطلعون أقول الله يجزيكم خير ويسددكم وينفع بكم ما عندي مشكلة أنا الآن طلع في روتانة وغدا لو تطلبني LBC تطلبني أي قناة ما عندي مشكلة إذا كان أنا سأتكلم فقط للجمهور بالكلام الذي يرد الله سبحانه وتعالى أما أن يقال لي أطلع عندنا لكن لا تتكلم عن أغاني لا تتكلم عن علاقات محرمة هذا لا يوافق عني